بعد أن كانت الإشارات المرورية في شوارع كربلا تنظم السير وتحد من الحوادث المرورية تحولت اليوم إلى واحدة من أسبابها ليصبح وجودها أقرب إلى الديكور بعد أن استغالت من مهمتها الرئيسية الإشارات المرورية الضوئية ليست وحدها من غابت عن الشارع فالثقافة المرورية وبحسب ما يراه مختصون هي الأخرى غائبة عن الشوارع ومن أبرز علامات قلة ثقافة السير وضعف التزام السائقين بقوانين المرور هناك بعض الطرق أو الشوارع داخل المدينة أو بالأطراف أو بالأحياء السكنية والأحياء الشعبية تفتقد للرقابة المرورية أو تفتقد للعلامات المرورية من صراحة وجود العلامات المرورية بالتقاطعات والاستدارات أو عدم من وجود هذا والمواطن ما جاء الشوف يلتزم اللي ذا هو بالتقاطع جاي تشوفه يعبر وبدون ما يكون إلى التقاطع الضوء الأخضر وأغلبهم ذول اللي دراجات تيك تيك ستوتات وحتى مرات حجلات صراحة يعني نشوفه مدرية مرور كربلاء تقول إنها قد أثثت أغلب شوارع وتقاطعات المدينة بالإشارات المرورية الضوئية من خلال نشرها أكثر من 15 إشارة ضوئية تعمل على التيار الكهربائي محافظة كربلاء المقدسة حقق الشيطة طفرة وثورة عمرانية من ضمنها تأثيف أغلب تقاطعات مدينة كربلاء المقدسة بالإشارات المرورية حاليا عندنا حوالي 15-16 شوارع ضوئية عاملة على التيار الكهربائي الطوارئ الإشارات حقق أثبتت كفاءتها في العمل من خلال فك الاختناقات المرورية ويبقى السؤال الشعبي هنا عن التوقيت الذي ستعود به الإشارات الضوئية عملها من أجل المساهمة في تنظيم حركة السير من أجل الحد من الحوادث المرورية علي خالد واني نيوز كربلاء اشتركوا في القناة